جدد المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع للتفاوض مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقال محمد بن نيسا المتحدث باسم المجلس إن أي حوار سياسي يجب أن يكون بين هيئات وشخصيات منتخبة وطلب محمد بن نيسا الدولة المتدخلة في الملف الليبي باحترام قرارات مجلس الأمنة رفضنا القاطع لأي شكل من أشكال الحوار مع مجرم الحرب الإرهابي حفتر ثالثا إن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقا للاتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار لتكون بين الأجسام المنتخبة فقط إن المجلس الأعلى للدولة يدعو كافة الأطراف المتداخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن بالخصوص والتي منها القرار 25 سبسعة لسنة 2020 والذي أكد في دباجته على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني بما فيهم الضالعون في هجمات تستهدف المدنيين كما دعا المجلس الأعلى للدولة إلى الفتح الفوري للمنشآت النفطية في ليبيا وطلب محمد بن نيس المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة بمحاسبة المتسببين في إهدار ثروات الشعب الليبي وممتلكاته الفتح الفوري للنفط ومحاسبة المتسببين في إغلاقه وإهدار ممتلكات الشعب الليبي وثرواته وإصلاح هذا القطاع الحيوي بإعادة وزارة النفط ووضع آلية شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاج وإنفاق العوائد بشفافية وعدالة بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة والبدء في دوران عجلة الإنتاج والتنمية وإدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي وتحقيق الإدارة المحلية بدلا من السلطة المركزية الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكيف من طرابلوس سيد محمد عبد الناصر الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحييك سيد محمد ودعني أبدأ بسؤال استفتاعي قبل أن ندخل في تفاصيل هذا النقاش هل كنتم أنتم في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على علم بالمبادرة أو البيان الذي طرحه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أو عفوا الفائز السراج رئيس الدولة في ليبيا فيما يخص وقف إطلاق النار وبما يشبه بدء تفاوض حقيقي مع الشرق الليبي أم لا بداية السلام عليكم فكرة التفاوض مع الإطراف الموجودة في الشرق الليبي هي موجودة منذ السابق حتى المجلس الأعلى للدولة كانت له هناك بعض المبادرات وبعض التواصلات ربما في المغرب الزيارة الأخيرة كانت لرئيس المجلس الأعلى للدولة وكان هناك أيضا رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح وكان هناك بعض الأحاديث ما بين الأخوة المغاربة وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لكن التفاوض الأخير أو الحادث ربما يكون المجلس الأعلى للدولة ليس على دراية تامة ولكن هناك بعض النقاط التي ذكرها المجلس الأعلى للدولة في بيانه اليوم والذي أكد فيها موقفه الثابت منذ بداية عدوان حفتر والتي ذكر فيها وأهمها أن الحوار مع خليفة حفتر لا يمكن أن يكون ربما نتحدث عن حوار مع مجلس النواب الموجود في طبرق ويمثله عقيلة صالح كرئيس لمجلس النواب ولكن حفتر من المستحيل أن يكون معه أي حوار بسبب أن هذا المجرم قد قام بعدوانه على العاصمة رابلس وأيضا قام بعديد الجرائم الأخرى في بعض المدن الليبية فلا يمكن أن نعود به الآن إلى الدائرة السياسية وأن يكون له دور في المعادلة السياسية الليبية في القادم وكأننا نكافئه بخسارته للمراهنة الذي قدم عليها في شهر إبريل من سنة 2019 وبكل تأكيد هذا موقف مجلس على الدولة وهو أمر مرفوض جدا أن يكون حفتر في المعادلة السياسية القادمة لكن اسمح لي سيد فايز السراج لم يشر إلى حفتر في بيانه الخاص بوقف إطلاق النار من قريب أو من بعيد هل هذا يعني أن هناك اختلاف في وجهات النظر بينكم أنتم ترون حفتر مجرم حرب؟ لا يجب التفاوض معه فايز السراج يرى عكس ذلك أو على الأقل هناك اختلاف في هذه النقطة؟ هناك تصريحات سابقة لرئيس المجلس الرئاسي ذكر فيها بأنهم لن يكون حفتر طرفا في أي حوار سياسي قادم واليوم في بعض الظاهرة كان هناك أيضا تصريحات أخرى بعد أن اجتمع المجلس الرئاسي وذكروا بأنهم لن يتجالسوا أو لن يتحاوروا مع من أزهق دماء الليبيين ومن اعتدى على الليبيين وبكل تأكيد هذه النقطة تقصد حفتر بكل تأكيد يعني هذا أن هناك توافق كبير بين المجلس الأعلى للدولة وبين مجلس الرئاسي في هذه النقطة حول أن حفتر لا يمكن أن يكون موجود في المعادلة السياسية القادمة وأيضا حلفاء حفتر والدعيمين له لاحظوا هذا وأيضا أصبحت هناك بعض التدعيات وبعض الدلائل التي تقول بأن حلفاء حفتر أصبحوا يدخلون عنه وأن المتصدر في المشهد الآن في المنطقة الشرقية هو قيلة صالح طيب هل عقيلة صالح بالنسبة لكم موضع ثقة فيما يخص التفاوض بينكم وبينه والوصول إلى الاتفاق يشمل ليبيا ككل أم لا؟ أي اتفاق يكون قادم لابد أن يكون معه ضمانات يعني بكل تأكيد عقيلة صالح أخطأ بدعمه وتأييده لخليفة حفتر في وجومها على العاصلة طرابلس لذلك نحن نطلب دائما الضمانات الدولية وضمانات أرضيئة على أرض الواقع ضمانات ملموسة حتى نستمر في هذه الاتفاقيات وهذه الحوارات بكل تأكيد عقيلة صالح يمثل جزء من الشعب الليبي لأنه جاء عن طريق انتخابات بعكس خليفة حفتر فبكل تأكيد أي حوارات قادمة أو أي اتفاقيات مع الطرف الآخر نتحدث هنا عن عقيلة صالح لابد أن تكون معها ضمانات سواء كان ضمانات محلية أو ضمانات دولية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبنود هذا الاتفاق الجديد لكن هل عقيلة صالح أو حتى قيادات الشرق الليبي تستطيع أن تؤثر على حفتر يقوم بسحب ميليشياته أو قواته من سرط من الجفرة من الهلال النفطي هل أنتم مواثقون من هذه النقطة؟ المتابع للشأن الليبي بكل تأكيد يلاحظ بأن خليفة حفتر في بداية عدواني العاصمة في شهر أبريل 2016 ليس هو نفسه خليفة حفتر الآن الموجود في هذه السنة وفي هذا الشهر خليفة حفتر بعدما انتلقى عديد الهزائم من قبل قوات حكومة الوفاق وحليفة التركي أصبح غير ذو شخصية وأيضا غير موجود في عديد اللقاءات مع حلفائه التي تحدث عن مصر وروسيا وكذلك فرنسا يعني الآن أصبح عقيلة صالح هو المتصدر بالإضافة إلى أن اليد الطولة واليد العليا الآن في الأرض أو في مدين القتال من قبل مرتزقة وقوات خليفة حفتر هي الحليف الروسي لخليفة حفتر بكل تأكيد فعقيلة صالح له تواصلات عديدة مع الحليف الروسي أو الدعم الروسي الغير شرعي وهذا هو مربط الفرس وهذه هي التي تقول أو هذه هي التي تنفذ أو عقيلة صالح ينفذ ما تريده روسيا على أرض الواقع لأنها هي الدعم الرئيسي ولها قوات على أرض الميدان وهي شركة فاجنر وهل تعتقد أن روسيا ستستجيب لما جاء في بيان الشرق أو الغرب الليبي أو المبادرة إذا صح هذا التعبير وستقوم بسحب الفاجنر من سرط والجفرة والهلال النفطي أم أن هذا من مستبعد لا نعلم ولكن ننتظر حتى نرى هل سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وهذه البنود التي ذكرت في البيانين إحدى البيانين ذكروا بأنه وقف لإطلاق النار وهذا الوقف هو حادث منذ ثلاث أشهر تقريبا على حدود مدينة سرط وأيضا طالبنا أو طالب البيان مجلس الرئاسي وكذلك بيان مجلس على الدولة بسحب كامل القوات الموجودة في سرط وكذلك بسط حكومة الوفاق على كل ربوع ليبيا وكل تراب ليبيا تبسط سيطرتها هكذا ينصل الاتفاق السياسي ننتظر ونرى هل من الممكن أن تنفذ هذه النقاط وهذه البنود أو ننتقل إلى مرحلة أخرى ربما إلى حرب جديدة لأن كلا الطرفين لا زال يلقي ببياناته ولكن على أرض الواقع لم نرى أي تنفيذ إلى حد هذه اللحظة أيضا فتح الموانئة النفطية ذكروا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وكذلك المجلس الرئاسي طلبوا بإعادة فتح هذه الموانئ ولكن هذه الموانئ الآن تسيطر عليها مرتزقة خليفة حفتر من شركة فاغنر والجنجاويد ولا نعلم إذا كان من الممكن أن يتم فتح هذه الموانئ وإعادة التصدير أم هي مجرد بيانات لا يمكن تطبيقها إلا بموافقة روسيا لأن كما نعلم كما ذكرت بداية حديثي أن خليفة حفتر لا يملك السلطة أو لا يملك الكلمة على القوات الموجودة في هذه الموانئ فالاتفاق بكل تأكيد لن يكون مع حفتر بل مع روسيا التي هي تملك القوات على أرض الواقع لأعلى ماذا عن الدور المصري هل تعتقد أن هناك تراجع في دعم مصر لخليفة حفتر بعد ثنائها على المبادرة المقدمة من قبل السراج وعقيلة صالح أم ماذا كيف ترون أنتم الدور المصري في هذه الأزمة للأسف الدور المصري في بداية الأزمة وفي بداية عدوان حفتر أو منذ بداية انقلابه كان دور سلبي بالنسبة للشعب الليبي وكان دعم بشكل كبير جدا لخليفة حفتر وللحل العسكري في ليبيا ولكن في نهاية هذا العدوان أو بعد أن دحرت قوات الوفاق مرتزقة خليفة حفتر تغير الموقف المصري وأصبح هناك نوع من الرضوخ للأمر الواقع وهو أن حكومة الوفاق لها قوة ولها حليف يمكن أن يظهر ويعيد ويسيطر على كامل الروع ليبيا فأصبحت هناك نوع من قلة الحدة في الكلام والتصريحات وأيضا لو نلاحظ أن خلال اللقاءات السابقة أو اللقاءات الأخيرة حفتر لم يكن موجود بشكل كبير يعني كان هناك لقاء مع القبائل الليبية كما ذكروا أيضا كان هناك مبادرة مصرية وكان الطرف الأساسي فهو عقيل صالح وليس خليفة حفتر لأنها لم تذكر ولم تأتي بذكر المؤسسة العسكرية وخليفة حفتر فكل هذه الدلائل كما ذكرت تدل على أن حلفاء حفتر بدأوا نوعا ما يتخلون عنه أو ربما يقلصون أو يحجمون في دور خليفة حفتر في الأزمة الليبية وفي المعادلة السياسية الليبية لكن يعني بعض الدوائل المصرية وبعض المتابعين يرون أن الاتفاقية أو ما هو مطروح الآن هو يحافظ على الخط الأحمر الجفرة وبالتالي هذا نزول عند الرغبة المصرية في هذا السياق هل هذا صحيح؟ المجلس الأعلى للدولة في بيانه اليوم ذكر وأكد بأنه على حكومة الوفاق أن تبسط كامل سيطرتها على التراب الليبي ونحن لا نؤمن بأي خطوط حمراء توضع من خارج حدود ليبيا من يضع الخطوط الحمراء في ليبيا هم الليبيون أنفسهم ونطالب بحكومة الوفاق بأن تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وهذا هو حق مشروع لحكومة شرعية في البلاد فأيضا نتمنى من الدول المتداخلة في الملف الليبي بأن تراعي هذا الحق وأن يكون لحكومة الوفاق حق السيطرة على كامل التراب الليبي كما ذكرت لك بأن هذه الخطوط الحمراء هي مجرد خطوط على ورق غير موجودة على أرض الواقع وبأن الحليف التركي وخوات حكومة الوفاق إذا استعصى الأمر ولم يستطيعوا الوصول إلى حلول كما ذكرت حتى بيان المجلس الرئاسي ذكر بأنه لابد أن تنسح قوات الفاقنر وقوات الجنجويد وقوات خليفة حفتر من سرط والجفرة ومن ثم نتحدث على مراحل متقدمة ومستقبلية في الحوار السياسي يعني طيب أنا أعيز أعود لأدوار الإقليمية لأن البعض يقول أيضا أن الإمارات وهي داعم رئيسي أيضا لخليفة حفتر لن تتنازل بسهولة عن دعمه لن تتركه كيف ترون دور الإماراتي كيف تنظرون إليه بعد دخول دولة روسيا في دعمها لخليفة حفتر في أواخر سنة 2019 أصبح دور الإماراتي دور صغير جدا ولا يمكن أن يكون له دور كبير أو كلمة على قوات خليفة حفتر الدور الإماراتي كان في البداية فقط دعم مالي ودعم ماتي وكذلك لوجستي وربما بعض القوات للتدريب قوات حفتر ولكن الموجودون على الأرض فعليا ووقعيا هم قوات روسية لكن غير رسمية أو غير لا تعترف ذا الحكومة الروسية فالدور الإماراتي الآن ليس له تأثير كبير جدا ربما فقط تأثير من ناحية المادية ومن ناحية الدفع لهؤلاء المرتزقة ولكن من حيث الكلمة ومن حيث التنفيذ على أرض الواقع كما حدث في مدينة ترهونة هناك اتفاق وقع بين روسيا وتركيا مع حكومة الوفاق الوطني وانسحبت قوات الفاقنر ودخلت قوات حكومة الوفاق مع مقاومة بسيطة جدا من قوات خليفة حفتر والجنجاويد ولكن استطاعت قوات حكومة الوفاق إلى الدخول إلى هذه المدينة والوصول إلى مشارف مدينة تيرت كل هذا جاء باتفاقيات ما بين الحليف الروسي غير الشرعي لخليفة حفتر وكذلك حليف حكومة الوفاق الحليف التركي وبالتالي أنتم لا ترون أي داعم حقيقي لحفتر الآن إلا الفاقنر والتي هي كما يقول البعض الذراع لروسيا ليس أكثر نعم الفاقنر هي الآن الداعم الرئيسي والأول حتى بعد أن انسحبت من جنوب العاصمة طرابلس استطاعت قوات حكومة الوفاق أن تتقدم بكل سهولة إلى هذه المناطق والسيطرة عليها فالوجود الروسي وجود حقيقي وفعلي ولكنه غير رسمي فقط أما الوجود الإماراتي والفرنسي وكذلك المصري فهو وجود لوجستي ودعم فقط من بعيد لكن الفعلي والواقعي هو وجود قوات روسية على أرض الواقع فيما يخص الانتخابات والتي دعا إليها فايز السراج هل تعتقد أنها منطقي التوقيت الذي وضعه فايز السراج في مارس القادم تكون هناك انتخابات على جميع المستويات القيادية في ليبيا أن هذا من الصعوبة بمكان أنتم عموما في المجلس الأعلى للدولة كيف تنظرون لمسألة الانتخابات نعم بكل تأكيد نحن نطالب بأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية ولكن تحديد الموعد هذا يعود إلى اللجنة العلية للانتخابات هي التي تقدر وهي التي تعلم إمكانيات الدولة الليبية في قدرتها على إجراء هذه الانتخابات في شهر مارس القادم أو لا ولكن نحن في المجلس الأعلى للدولة نرى بأنه يجب إنهاء المراحل الانتقالية التي تتالت وتكاثرت في ليبيا من بعد ثورة فبراير ونريد الاستفتاء على الدستور أولا وهذا الاستفتاء يعني هناك مشروع للدستور جاهز من سنة 2017 عدته لجنة لسياغر الدستور انتخابات من الشعب الليبي نريد أن يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي ومن ثم ننتقل إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى نبدأ في مرحلة دستورية دائمة في ليبيا وننهي كل المراحل الانتقالية لا نريد أن ننتقل مرة أخرى إلى مرحلة انتقالية جديدة تعمق الأزمة وتزيد من معاناة الليبيين فيما يخص التدخلات الخارجية أنتم ترفضون التدخلات الخارجية كذلك فايز سراج في المقابل عقيلة صالح ومن وراء أيضا يتحدث عن تدخلات خارجية وميليشيات لكنهم ينظرون على أن تركيا من التدخلات الخارجية أيضا ويجب أن تتراجع عن دعمها وتواجدها في الغرب الليبي هل إذا وصلتم الاتفاق بالفعل من الممكن أن تتراجعون عن التحالف مع الأتراك أم أن هذا مستبعد طبعا هذا يعود إلى السلطة التنفيذية وهي حكومة الاتفاق التي وقعت مع الحليف التركي ولكن المقارنة بين التدخلين أو بين الحليف التركي وبين التدخلات العديدة التي تدعم في خليفة حفتر منذ بداية عدوانه أمر غير صحيح ومقارنة ليست في محلها نتحدث عن الحليف التركي وهو حليف جاء على الملأ ووقع اتفاقية قد صدق عليها في مجلس الأمن ووقعها مع حكومة شرعية معترف بها دوليا بينما لو نرى أن باقي الدول التي تدعم خليفة حفتر دائما ما تذكر في العلن وفي تصريحاتها بأنها تدعم حكومة الوفاق وهي الحكومة الشرعية والحكومة الدولية بينما نلاحظ بأنها تدعم خليفة حفتر وتمده بالأسلحة والعتاد نتحدث عن مصر وفرنسا والإمارات كذلك وروسيا يعني كل هذه الدول تدعم في خليفة حفتر بطرق غير شرعية بينما الحليف التركي جاء باتفاقية موقعة ومدة هذه الاتفاقية سنة قابلة للتمديد يعني نتحدث هنا على اتفاقية بين الدولتين يمكن الإلغاء ويمكن التمديد ولكن ما يحدث في الطرف الآخر هو فرض أمر واقع بأن هناك قوة تلزم خليفة حفتر وتلزم قواته على الانصياع لها وعلى الانصياع لأوامرها وتنفيذ ما ترغب فيه وأصبح خليفة حفتر في هذه الأثناء مجرد أداء لتنفيذ أوامر وأشياء تريدها الدول الدعم له فقط لا غير ماذا لو لم ينصع الشرق الليبي عاجلة صالح حفتر لما وضعتموه من شروط يعني فكرة الانسحب من سرط والجفرة والهلال النفطية وأعادة ضخ البترول مرة أخرى ماذا أنتم فاعلون في هذه الحالة نحن في المجلس الأعلى للدولة وكذلك حكومة اليفاق المبدأ الأساسي والرئيسي لهم هو أن تحل جميع المشاكل الليبية عن طريق الحوار وعن طريق طاولة الحوار وعدم استخدام لغة السلاح ولغة العسكرة ولكن إذا صعب الأمر وإذا لم تستطع حكومة اليفاق والمجلس الأعلى الدولة للوصول إلى حلول سلمية وعن طريق الحوار مع الشرق الليبي أو لا نتقول شرق الليبي حتى لا نهم المشاهد بأن هناك حرب بين شرق وغرب ولكن نتحدث عن معسكر يريد إعادة الحكم الفرد وحكم الدكتاتورية وبين معسكر يحاول إنشاء الدولة المدنية إذا لم تستطع حكومة اليفاق الوصول إلى حلول سلمية فبكل تأكيد هي قادرة مع الحليف التركي على الدخول إلى مدينة سيرت والجفرة وأيضا إلى التقدم إلى ما بعدهم حكومة اليفاق بعد أن وقعت هذه الاتفاقية أصبحت لها قدرة عالية جدا للقتال وهناك تدريب لمقاتليها من قبل الحليف التركي وأيضا هناك بعض الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مع ربما إيطاليا أمر في سيرت والجفرة ولكن المبدأ الرئيسي والأساسي لها ولنا نحو كمجلس أعلى للدولة هو أن تحل كل مشاكل ليبيا بالحوار وهذا الحوار الذي كان سيحدث في شهر إبريل قبل عدوان حفتر على العاصمة شهر إبريل 2016 قبل عدوان حفتر على العاصمة بعشرة أيام كان هناك مؤتمر جامع يجمع جميع الأطياف الليبيين المختلفين للفرقاء ولكن حفتر أراد أن يأخذ السلطة بالقوة وهاجم على العاصمة أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد عبد الناصر ناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا كنت معي عبر سكايب من ترها بلوس